أهلاً بكم في العرض عن العزم لقد رأيت العرض عن مركز الكتلة والذي يجب أن تكون حصلت فيه على وجهة نظر عابرة عن مفهوم العزم والآن سوف ندخل بالتفاصيل أكثر في الغالب من مفهوم مركز الكتلة مركز الكتلة لقد تعلمنا أن هذه المصدرة وهنا مركز الكتلة لها وإذا أضفت قوة على مركز الكتلة فسيحدث إزاحة للمصدرة أو تتسارع كل المصدرة في اتجاه القوة إذا أضفت القوة على مركز الكتلة هناك فإن كل المصدرة سوف تتسارع في ذلك الاتجاه وسوف نجد ذلك بأخذ القوة ونقسمها على كتلة المصدرة وفي ذلك الفيديو السابق أنا طويت جيد ما الذي يحدث إذا القوة أضفت هنا بعيداً عن مركز الكتلة في هذه الحالة سوف نفرض أن الجسم يطفو بحرية في مكوك فضائي أو شيء ما إنها سوف تدور حول مركز الكتلة وهذا أيضاً صحيحاً لم نستعمل مركز الكتلة ولكنها ثبتت عند النقطة دعنا نقول لدينا دعنا نقول بأنه لدينا مصدرة أخرى على الرغم أنها أقل ارتفاع من المصدرة السابقة بدلاً من القلاقة على مركز الكتلة دعنا نقول أنها مثبتة عند نقطة هنا دعنا نقول أنها مثبتة هنا إنها يمكن أن تكون باتجاه عقارب الساعة للوصول إلى خلف لليمين هنا إذن حاولنا دورانها فإنها دائماً سوف تدور حول هذه النقطة ونفس الشيء سوف يحدث إذا أضفت قوة عند هذه النقطة أو يمكنك كسر هذا الجزء الخلفي وإن هذه المصدرة سوف تدور سوف تدور ولكن إذا أضفت قوة هنا سوف تدور المصدرة حول النقطة المحورية وهذه القوة المضافة تبعد مسافة من النقطة المحورية أو يمكننا القول بعيداً عن محور الدوران أو مركز الكتلة هذا ما يسمى بالعزم والعزم رمز العزم هو الحرف اليوناني أعتقد أنه تاو إنه حرف تي المتعرج والعزم يعرف بأنه القوة ضرب المسافة القوة ضرب المسافة ما هي القوة وما هي المسافة؟ إن القوة عمودية للجسم أعتقد أنك سوف تقول المسافة هي متجه إذا كانت هذه متجه سوف أفعل ذلك بلون مختلف إذا كانت هذه متجه المسافة فإن مركبة القوة عمودياً على متجه المسافة وهذا هو العزم وما هي الوحدة؟ القوة هي نيوتن والمسافة بالمتر إذن هذه نيوتن في متر وأنت ستقول نيوتن ضرب متر هي تشبه صغات الشغل ومن المهم جداً أن ندرك أنه شغل ولهذا سبب نسمي هذا جول لأن الشغل عندما نفعله نحن ننقل الجسم هذا الجسم وأنا أضفت قوة عليه أعتقد أن القوة على هذه المسافة في نفس الاتجاه في نفس اتجاه القوة إذن هنا المسافة للكوة موازية للمسافة لمتجه المسافة ومتجه القوة في نفس اتجاه متجه المسافة في هذا الوضع بالطبع هذا فإن هذا الجسم سوف يتحرك وفي حالة العزم فإن متجه المسافة هذه هي المسافة من نقطة الارتكاز نقطة الارتكاز مركز الكتلة إلى حيث أضفت القوة متجه المسافة وهنا عمودي للكوة التي أضيفت العزم والشغل هما شيئان مختلفان على الرغم أن الوحدات هي نفسها وهذا هي القليل من الرموز هذه المسافة تسمى ذراع المسافة اللحظية ذراع المسافة اللحظية ربما بميكانك أن تكتب وتقول من أين أتت وفي بعض حصاتك الفيزيائية سوف يسمونه العزم كأنه مومنت ولكننا سوف نتعامل مع العزم دوران وهذا ممتع أكثر لأنه يمكننا أن نفهم مفاهيم مثل قوات الحصان في السيارة إذن دعنا نقوم ببعض الرياضيات آمل أنني استطعت إطاقة قليل من الفكرة الرئيسية هنا إذن دعني أقول أن لدي هذه المسطرة ودعني أقول هذه النقطة المحورية الموجودة هنا وإنها سوف تدور حول هذا الشيء دعني أقول بأنني أضفت قوة دعنا نعين طول ذراع عزم الدوران إذن دعني أقول هذه المسافة سوف أفعلها بلون آخر إذن هذه المسافة الموجودة هنا هي عشرة أمتار عشرة متر وسوف أضيف قوة مقدارها خمسة نيوتن وتكون عمودية هذه القوة هي خمسة نيوتن وهي عمودية لمتجه المسافة أو طول ذراع عزم الدوران إنها يمكن أن تكون وجهات نظر إذن العزم سهل جدا في هذا الوضع العزم سوف يساوي القوة يساوي القوة القوة هي خمسة نيوتن ضرب المسافة وهي عشرة أمتار وسوف تكون خمسون نيوتن في متر ربما تقول كيف نعرف كيف نعرف إذا كان العزم موجب أم سالب ذلك حيث سيكون اتفاق تعسفي في الفيزياء ومن الجيد معرفته إذا كنت تدور مع قارب الساعة فإن العزم سالب دعني أذهب مع قارب الساعة إذا كنت تدور مع قارب الساعة حيث في هذا المثال تدور عكس عقارب الساعة فإن الاتجاه المعاكس يكون مع قارب الساعة العزم سوف يكون موجب وإذا كنت تدور مع قارب الساعة في الاتجاه الآخر العزم سالب مع قارب الساعة سالب عكس عقارب الساعة موجب والآن سوف أذهب لمفهوم فيزيائي يسمى الضرب المتجهي الجبر الخطي والعزوم إن هذا قليلا خارج عن أني طاق ولكننا سنفعل ذلك مرة تن أخرى عند التعامل مع رياضيات الشاملة والفيزياء إذن إنها جيدة بشكل كافي لنعرفها هناك عزم مقداره 50 نيوتن في متر وذلك هو العزم الكلي الذي يؤثر على هذا الجسم ويجعله يدور أعتقد أنك تعرف كيف تدور بسرعة ولكننا نعلم أنها ستدور وهذا مفيد بشكل مبهم ولكن ماذا لو قلت أن الجسم لا يدور وهناك قوة أخرى تؤثر هنا هذه هي القوة أخرى تؤثر هنا ودعنا نقول أن تلك الكوة دعنا أن نقول أن هناك قوة وهذه المسافة هذه المسافة دعنا نقول أنها لا أعرف سوف أفعل شيئا إنها خمسة أمتار لليسار إذن هذه المسافة مقدارها خمسة أمتار من النقطة المحورية وبعدها الجسم لن يدور إذن إذا قلت لك أن ذلك الجسم لن يدور يعني أن محصلة العزم على ذلك الجسم يجب أن تساوي صفر لأنه معدل أتغير في دوران لا يتغير يجب أن أكون أكثر ضبطا إذا أضفت بعض القوة هنا وما أزالت لا تدور أن تتعلم محصلة العزم على هذا الجسم تساوي صفر إذن القوة التي يجب أن تضاف هنا جيد ما هو محصلة العزم جيد لهذا العزم سوف أجده سوف يكون عكس عقارب الساعة والذي هو خمسة سوف أغير اللون إذن خمسة ضرب عشرة وبعدها محصلة العزم مجموع العزم يجب أن تساوي صفر إذن ما هو العزم؟ دعنا نسمي هذا بـ F هذه هي القوة زائد هذه القوة سوف تؤثر على أي اتجاه على أي اتجاه مع عقارب الساعة أم عكس عقارب الساعة سوف تؤثر مع عقارب الساعة هذه القوة سوف تجعل المصطرة تدور بهذا الاتجاه إذن هذا في الواقع سيكون عزما سالبا إذن دعنا نضع رقم سالب هنا ضرب هذه القوة إذن ضرب طول ذراع عزم الدوران إذن ضرب خمسة كل هذه سوف تساوي صفر إذن محصلة العزم يساوي صفر لأن معدل التغير للدوران للجسم لا يتغير إنه لم يبدأ بالدوران إنه ما زال لا يدور إذن هنا حصلنا على خمسون خمسون ناقص خمسة F وهذا يساوي صفر إذن هذا خمسون يساوي خمسة F ومنه F تساوي عشرة يجب أن نحلها وسوف نحصل على F هذه تساوي عشرة نيوتن ذلك ممتع أضفت ضعف القوة على نصف المسافة وفي الجانب الآخر نصف القوة على ضعف المسافة هذا ما يجب أن نربطه أو نبدأ بربطه عندما تحدثنا عن الميزة الميكانيكية يجب عليك إظهارها من الجانب الآخر ودعنا نقول هؤلاء الناس أضافوا هذه القوة لنقول أن هذا الشخص أضاف عشرة نيوتن هو قوي جدا هو عنده ضعف القوة التي يمتلكها شخص آخر لأن هذا الشخص يبعد ضعف المسافة من النقطة المحورية إنه يوازن ذلك الشخص ويمكن أن يظهر هذا الشخص أن لديه ميزة ميكانيكية ويمكن مشاهدة فيديو الميزة الميكانيكية إذا كان هذا قد أربكك قليلا لكن هذا حيث أن العزم مهم لأنه إذا كان للجسم معدل التغير في الدوران فإن الدوران لا يتغير حيث تعلم أن محصلة العزم للجسم تساوي صفر ويمكنك الحل للكواء أخرى ومسافات أخرى لقد تعديت الوقت لذلك سوف أراك في الفيديو التالي إلى اللقاء